وصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزال اليوم السادس وتسعين على التوالي مستهدفا بغارات متعددة مناطق متفرقة من القطاع السقطة على إثرها عشرات الشهداء والجرحى وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي التكب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية أربعة عشر مجزرة في القطاع راح ضحيتها مئة وسبعة وأربعين شهيدا ومئتين وثلاثة وأربعين إصابة وأوضحت أن هذا ما وصل للمستشفيات فقط وأنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولم تستطع طواقم الإسعاف الوصول إليهم مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ثلاثة وعشرين ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسين شهيدا وتسعة وخمسين ألف وأربعمائة وعشر إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى ذلك قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قسف منزلا مأهولا ملاسقا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد أن قال عنها منطقة آمنة عبر بياناته الكاذبة وقتل وأصاب ما يزيد عن أربعين شهيدا وجريحا وخاصة بين صفوف النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى ما يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة كما يدعي ويزعم الاحتلال الإسرائيلي هذا وطالب البيان كل العالم بالعمل على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء